الكلام عن خلافات حكومة اسرائيل ومين جانس ومين مع مين اعتقد كده قرار باجلس الامن هيمشي وجانس اتضحك عليه بعدما الامريكان شجعونه يستقيل عشان يضغطوا على نتانياهو نتانياهو استجاب حماس استجابت وبكده يوصل بايدل لشهر 7 بهدوء ويحتفل بعيد الاستقلال وترشيح الحزب الديمقراطي ليه بس اعايز احكيلكو فصل من فصول رواية شبه الدولة اعتبروها حدوتة عشان تعرفوا اكتر مين دول وبيفكروا ازاي هبدأ لكم من الاخر للأول من الاخر كنا بنتكلم مبارح هنا مع ضيوفي عن الكلام اللي كان موجود جوه الكنسة والقرار هتوافق عليه ولا لأ نهاردة الفجر الكنسة وافق على مشروع قانون اللي هو اعفاء اليهود الحردين من التجنيد فانا متابع الحدوتة دي من شهور وكنت بستاني بس كلمة النهاية مين هم اليهود الحردين وما بتجندوش ليه اولا التجنيد في اسرائيل اجباري من سن 18 للشباب والبنات الشباب سلاتين وثمانتوشهر والبنات سلاتين بس وقابلين طبعا للمادة او الاستدعاء لكن سنة 48 مع تأسيس شبه الدولة اللي اسمها اسرائيل اول رئيس وزراء ديفيد بن جوريون قال انا خايف على تعليم التوراة فهنعف اليهود الحردين من التجنيد عشان يفضلوا يدرسوا التوراة ويورسوها من جل التاني اليهود الحردين دول طيار ديني متشدد جدا وكلمة الحريدي يعني التقي وهم مشكل من اشكال التطرف اغلبهم عايش في ارض فلسطين التاريخية منهم طبعا في امريكا وفي دول اوروبية والحردين جماعات كل جماعة لها حخام بيتشاركوا في العبادات والتقوس والتشريعات واللبس وكل حاجة سنة 2018 المحكمة العليا لقت قانون اعفاقهم من التجنيد وقال لقيت جانده زيهم زي كل الشباب اللي في سنهم لكن الكراسة تعلق الحكم وفضل يماطل لحد الجلسة اللي كانت انتهت بينا مبارح بدأ عدد الحردين يزيد المشاكل تزيد التطرف يزيد وانا عارف ان اي شخص عائل بيتفرق زبانه بيسأل ايه علاقة التدين بالتجنيد هخرج من الموضوع هنا واشاور على كل جندي مصري واقف على الحدود في ايده مصحف او انجيل وهم كتير قوي هل دول مش متدينين لا متدينين دول احسن ناس بس الفارق بينهم وبين الحردين ان دول عارفين الوطن ويعني ايه وطن لكن التانيين ملهمش وطن ولا يعرفوا يعني ايه وطن باختصار يعني الحردين شايفين ان الممارسات الدينية ما تنفعش في الجيش ليه؟ لان هما بيحرموا الاختلاط والجيش في اختلاط ومحرمين الشغل يوم السبت والجيش بيشتغل يوم السبت وبيعتبروا ان درست التوراة سلاح روحاني لحماية شعب اسرائيل يعني مش بس شبه دولة لكن كمان فكر قرون وسطة هرجعكم لتصريحات الحخام الاكبر للسفردين الاسمه هي تسحاق يوسف بعد الضربة الايرانية الفشنكة على اسرائيل تلع قال منظومة دفعية ايه وقب حديدية ايه ده احنا اللي صدينا الضربة بفضل طلاب التوراة الحردين نصا قال الطلاب يحمون جميع جنود يحمون شعب اسرائيل باكمله واي شخص ما بيصدقش دايب اكافر وقال ان صد هجوم ايران كان معجزة لان اسرائيل نزل عليها اكتر من 13 الف صاروخ من كل اللحية لكن صلوات الطلاب الحردين هي اللي عنقذت اسرائيل وسأل هو الفضل يرجع لمن لرئيس الاركان لا طبعا الفضل لطلاب المدارس الدينية وانشغلهم بالتوراة اهلا بكم في شبه الدولة دولة المراجيح اسرائيل دولة مراجيح بنساسها الرأسها طب خلولي اضحكوا الحردين ما بيستخدموش موبايلات من الموبايلات اللي احنا بيستخدمها بيستخدموا موبايلات اسمها هواتف كوشر زي الاكل الكوشر كده يعني هواتف شرعية يهودية دي اقرتها لجنة الحخامات للاتصالات في اسرائيل موبايلات افياش ولا انترنت ولا كاميرا ولا راديو ولا مزيكة ولا لعب ولا جيمز مش هم احرار بدناقهم بس المضحك اكتر انهم بيتظاهروا قدام محلات الموبايلات كل شوية ياخدوا بعضهم ويتظاهروا قدام اي محل بيبيع موبايلات سمارتفونز ويقولولو موبايلاتك حرام الشبه دولة تبنت الحريديم وخصصت ليهم مستوطنات واعتبرتهم سلاح اسرائيل للتصدي لتكاثر العرب عشان يمنعوا التوسع العربي جوه اسرائيل او جوه ارض فلسطين بس السحر انقلب على السحر عدد الحريديم ضرب منهم يعني سالة عشرين اتنين وعشرين وصل عددهم لمليون ومئتين وتمانين الف نسمة يعني 13.3% من اجمال سكان اسرائيل سالة 2050 ربع سكان اسرائيل هيكونوا حريديم 40% منهم عايشين في القدس و7% في مستوطنة بيت شمش قرب القدس و53% في مستوطنات الضفة الغربية وده شيء يفسر السلوك العدواني للمستوطنين اليهود الحريديم دول اربع انواع واحد اسمه الحسديم والتاني اسمه الليتوانيين والتالت اسمه السافرديم ونوع رابح اسمه ناطوري كارتا ده مختلف عنهم ورافض يتعاون مع حكومة اسرائيل ومع حق الفلسطينيين في ارضهم التلاتة الحريديم الاولانين بنزلوا انتخابات الكلاسة وحكومة نتانياو فيها حزبين من الحريديم لو انسحبوا حكومته تسقط هما يهدوا التوراة وحزب شاس المشهور رجعكم بقى لاختام الفيلم الكنيسة رفض تجنيد الحريديم وتجاه المطالبات يو اف جالنت وبيني جانس ان هما يجندوا الحريديم عشان يزودوا عدد المجندين في الحرب وخصوصا عددهم بهو نسبة 13% ولا 14% بعد دراسات الامن القومي عمل استطلاع رأيي والنتيجة كانت ان معظم الاسرائيليين بيعرضوا اعفاء الحريديم من الخدمة العسكرية 68% ضد و25% بيقيدوا الاعفاء الخلاصة كل ما هو سيء ومتطرف موجود في الشبه دولة وراء الاتل وراء الدمار وراء الابادة وكتير من التفاصيل المتطرفة وراء المظهر الشيك وستارة الديمقراطية الوحيدة في الشرق الاوسط ممارسات لا تعرف سياسة ولا ديمقراطية ترجمة نانسي قنقر